المسلم كما ذكرتم من الشيخ صالح بأنه بحاجة إلى أن يتعرف على علم التوحيد أن يكون ملماً بأموره ولكن يبقى هناك تساؤلات حول فضائل التوحيد إجمالاً نريد أن نسأل ويسأل كثير من المستمعين عن فضائل التوحيد إجمالاً بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فضائل التوحيد تظهر من هذه الأدلة التي في هذا الكتاب في كتاب التوحيد ومنها حديث موسى بن عمران أن التوحيد الخالص يزن السماوات ومن فيهن غير الله ويزن الأراضين ومن فيهن هذا فيه فضل التوحيد حتى جاء في حديث البطاقة أن رجلاً يبعث يوم القيامة ومعه تسع وتسعون سجلاً كلها مملوئة بالسيئات تسع وتسعين سجل كل سجل مد البصر مملوء بالسيئات فيقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا يا ربي تعاظم هذه الذنوب فيقال له بلى إن لك حسنة واحدة ثم يؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات التسع والتسعين مد البصر في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة هذا فيه فضل التوحيد وهذا واضح بيّن الله جل وعلا يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسه فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ماهي؟ نار حامية فهذا من أعظم فضائل التوحيد أنه يرجح بالذنوب السيئات ويغفر لصاحبه بسببه من فضائل التوحيد أنه مهما أكثر العبد من الذنوب وسلم من الشرك فإنه ترجى له المغفرة من الله سبحانه تفضلا منه هو إحسانا ومنها أن التوحيد أن التوحيد يحقن الدم في الدنيا يحرم المال والعرض هذا في الدنيا هذا من فضائل التوحيد أن من قال لا إله إلا الله كما في الحديث حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل ومن فضائل التوحيد أن كلمة التوحيد إذا قالها بصدق وإخلاص نجى من الكهر ومن الشرك وصار مسلما مؤمنا موحدا نعم أحسن الله لكم